بالمناسبة يعني لما سألت أو الناس كان فيه مناقشات يعني يا عم أسوريو مش هينفع يا عم أسوريو ده راجل فاشل يا عم أسوريو ده بيفتي يا عم أسوريو لا ما فيش الكلام ده خالص راجل ما بقالوش كم مباراة ماينفعش نحكم عليه أبدا أبدا بالمناسبة يعني هي ممكن أفكاره دي لو الزمالك أو إدارة الزمالك صبرت عليه ممكن أفكاره دي تعمل نتاج رائع جدا ونقول يا سلام على المدرب العبكاري ده نحن بقى عندنا جورديولة في مصر وفيش سمعتنا بعض الناس بيقولوا انه شبه جورديولة أو بيفكر زي جورديولة لأ أنا واحدة واحدة بس عشان نبقى هاديين يعني لما بنقول شبه فبنقول شبه مجرد شبه من بعيد كده بس مش هيبقى بيب جورديولة يعني ومش هيبقى بيب جورديولة مش عشان هو مسلا عنده خصور مثلا في أفكار ولا أي شيء هو قيناعة بيب جورديولة واحد بس بس بيب جورديولا بيشتغل بعناصر عاملة ازاي سوريو بيشتغل بعناصر عاملة ازاي يعني انت سهل جدا تفتح كتاب بيب جورديولا الخطة الاولى بطريقة اللعب التشكيل مش عايف تلاعب الباك ازاي الايمن فين تدخله ازاي في العمق وترجع لعب النص الملعب المهاجم يدافع مع المدافعين وتدخل السنتر باك في نص الملعب ده سهل انا قدر اقوله لك وسهل واقعد مع العيبة برضه اقوله لهم وبقى بينكو سين مدرب لكن الحكاية مش كده الحكاية انت مين العناصر اللي معاك الراجل بيحاول يعمل افكار في رأيه اصعب من اللاعبين اصعب من افكار او قدرات اللاعبين اللي في الملعب ما هي الكورة كده ما هي الكورة كده بالمناسبة يعني برضه عشان الناس بتذكرش ان انا بقطع كده في لعبة نادي الزمالك لا افكار بيب جورديولا اللي بيعملها مع منشستر سيتي ما يقدرش مثلا مثلا يعني لامبرد يعملها مع تشكيلة شيلسي ما يقدرش ما يقدرش مثلا تنهاج يعملها مع تشكيلة منشستر نايت ما يقدرش ما تستحملش اللي بيعملوا بيب جورديولا مع لعبة بكدرات لعبة منشستر سيتي مثلا فهي الكصة مش جات لفكرة روح رميها على الارض وبقول يلا بينا نشتغلها ما ينفعش الكلام ده بصراحة طيب هل ده معناه خلاص شكرا أسوريو بقى يمشي لأ لأه وقلف لأه هتقول لي آه ده انت كده عايز الزمالك يخسر يا سيدي مش الحكاية كده الحكاية ان احنا محتاجين نتعلم شوية فكرة الصبر على مدرب بالمناسبة بيب جورديولا اول سنة مع منشستر سيتي كان ناهي الدول الإنجليزي في المركز الرابع ليه افكار بيحاول يطور السابق اول سنة عدية وبعد كيه السنة التانية طلب صفقاته وتدعمات معينة فأسولي نفس الأمر لراجل جاب صفقاته لراجل مشى اللعيبة اللي هو مش عايزها لراجل جاي في وضع مستقر مثلا على مستوى النتائج فبيكمل عليها راجل جاي في وضع متأزم للغاية طيب ماينفعش يتحاسب ماينفعش يتحاسب دلوقتي بس بس مافيش مانع من اللجنة الفنية اللجنة الكورة المسؤول عن فريق الكورة في نادي الزمالك يروح يقعد معاه ويهي دردش يفهم أفكاره يقول له والله ما بلاش دلوقتي الأفكار الجهنمية الجميلة دي يعني موافين عليها بس تعالى الأول نقف على رجلنا الأول تعالى حاول سبت الفريق وحاول بتحصل نقاط بدون إبداعات مبالغ فيها الفريق محتاج يلعب في دورة أبطال أفراق دين بطولة مفضلة لنادي الزمالك بيحب يشارك فيها دائما ماينفعش مايبقاش موجود فيها مثلا دا الحوار بس مايتقلوش سوريو إيه اللي أنت بتعميره دا دا تخريف دا ماينفعش اطلع برة مفيش الكلام دا دا مش شغل محترفين أنا بتكلم على إضاءة ندي زمالكو أي إضاءة في مصر أدم جبت مدرب المفوضة هيكمل معاك الموسم اللي جاي تتحمله بس في نفس الوقت هو يكون راجل عملي مايكونش خيالي عشان نتائج ما تفضلش تنزل يوم وراء تاني ترجمة نانسي قنقر